عقد وزير الخارجية سمح شكري جلسة مباحثات وسعى وثنائية مع ناظره اليمني شائع محسن الزنداني في إطار جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين وخلال اللقاء أكد شكري تأييد مصر الكفة الجهود رامية إلى توصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وأعرب الوزيران عن قلاقهما من المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة الدولية واستعرض الوزيران التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية على رأسها السومال، السودان، سوريا وليبيا فضلا عن الأزمة في قطع غزة حيث جدد شكري التأكيد على موقف مصر الرافض لسيطرة إسرائيل عسكريا على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومحذرا من تداعيات التصعيد المستمر بما ينظر بتزايد مخاطر توسيع الرقعة الصراعي بالمنطقة